مرحبا بكم في متنال يفايم في تعويذن لصديقي يا برين بسيس اللي يرجع نهار الاثنين ان شاء الله حسب اخر الاخبار جعل تورها بتونس المزيل وجوكين مبروك اعلى شكون ما انتي تتهم فيه باطلا فيش نتهم فيه باطلا انتي تتهم فيه قلت ميشي لسعودين ميشي ميشي برين كنت سمعت هالخبار اخوي هبت لنا تكذيب وتحب تدخل على المباشرة لا والله بالحق طو برين ميشي شجع في التحاد السعودي يقول دي رأي الناس تصدق يقول دي رأي الناس تصدق رد بالك يلزم هالناس تصدق هاي بي نرجع لامور الجدية جملة قالها الرئيس البارح في هالاجتماع في ذلك المكتب الضيق والصغير والمغلق في رئيسة الحكومة ومع مادم بودن ومع وزير المالية وعمل اكثر من دغدغة للميديا اسمه ولا بد من ايجاد حل جذري للأبراس ودار الصباح والعملية ما تقتضيش ايام او اسابيع او احداث لجان الامر يتعلق بما تم الاتفاق عليه وبالنسبة لنا مواش مستعدين مرة اخرى لا للتفريط في الأبراس ولا في الصباح هذا جزء من تاريخنا وليس للبيع ثم ايضا بالنسبة لأبلاك المصادرة والعبث اللي حصل على مدى سنوات طويلة يكفي واللي يتخفاه وراء السطار وفي العروض معلومين كما كنت حدث معك منذ قليل حول هذه المسأة معنا وما تقول من تمام الأكاذيب والأراجيب هي الإذاعات تابعة الدولة التونسية ومع ذلك هي منابر لتشويه الدولة التونسية ولضرب الوطن في تونس وهذا اللي قاعد يحصل وبعد يقول لك مثلا ماش حرية التعبير هم مسلوبية التفكير أصلا وكالله مسلوبية التفكير ليست لهم أي حرية للتعبير زياد الرئيس واجهة سبع الأتيام فمتوها طبعا الإذاع المصادر يحكي على شمس فام هل أنه الرئيس يريد الضغط على الخط التحريري لشمس فام سأثم حاجتين ثم الإيجابي جزء اللولو متعلق بالابريس والصباح أنا حابش تخل فيه ما في خطر معقده للمستمعين مش تعقيد كانوا بالفعل موسات عمومية يجب الإفاظ عليها والحل الموجود في دمجه مصطين مع بعض مليون مصطين عند الدولة ومتعطين روا في رئيس الحكومة موجود فيما يتعلق بالمثلة الثانية واضح جدا أنه رئيس الدولة يحب إعلام متاع مسحان الصباط متاع سحب السلطة إعلام ما ينتقدش وقت اللي هو الدور الأساسي بتاع الإعلام هو أنه في أنتي بش أنتقده بشواري الحاجات اللي ما هي شي في أنتي ماشية رئيس الدولة ماشي في تطويع الإعلام واضح طواءانه العنوان القادم بعد ما طوع اتحاد الشغل بعد ما طوع المعارضة بعد ما جن القادم بتاع المعارضة قاعد يفتح في الطريق طور نفسه بش يكون الوحيد في الانتخابات الجارية رئاسية في آخر الفين واربعة وعشرين بقاء كان الإعلام هارب على السيطرة بتاعه يحب بش يكمل يدجن هالإعلام هذائه في متي ويطوعه نحب نلاحظ نحن نسكول تعرف تبع في محمد علي الفرشيشي زميلنا وتعرف المصدقية بتاعه وتعرف المهنية بتاعه وتعرف حتى الخبرة متاعه في متعرفة وزارة التجارة ومورقة اقتصادية إلى آخره مش تفهم نوع الإعلام اللي يحبوه محمد علي العروي عنده خبار في متي مواكت لما ثلاثة فني بواكر متاع قهوة محمد علي الفرشيشي رب يفرج عليه محمد علي العروي إن شاء الله اللي بين القوصين تم التبرئة ومصوم التطبيق لمواكت حفظ التهمة باختسار زياد باختسار محمد علي الفرشيشي هبط معناه قال الخبار بتعلق بتلاثة بواكر متاع قهوة اللي بشاء ورجعوا لأنه الديوان ما عنده شوصة بشي خرجهم تتصل به وزيرهم الوزراء معليناش عليها فني شكوني تطلب منه شكوني عطاك المعلومة قال المعلومة صحيحة ولا مصحيح إذا كان معلومة قاد تتفضل واضح قاتوا لها رو نجم يشكي بك قاتوا لها قاد تحب تشكي إشكي قاتوا لها إذا ما تقوليش شكون راني بش ناخذ توا في بدي إجراءات الحق مع كل المسؤولين في ديوان في التجارة يعني الناس هذو ما ما يحبوش أعلان من اللي يكشف الحقائق للمواطنين يحبوا أعلان اللي يروج لأسف الأكاذيب بتاعهم زياد قال أعتبرت تصريحة ذي خطير الرئيس ما هوش راضي على الأداءة متاع الشمس يحب شمس تكون إذاعة يعني أقرب وما تنتقدش الحكومة وين انتقدت لأنه فما فرق بين تنتقد الحكومة بين ترويج الأكاذيب والدعاية الباطلة وضرب صورة الدولة مثلا مثلا كيقول جايبين ضيف بين ذفرين يقول اللي حاضرين مع الرئيس شاي جايبينهم بالفلوس يعطينهم الفلوس يقولهم مش تقولوش ما تقولوش تو مع قوة كزوولي هذوكم جايبينهم بالفلوس مع أنت عاليش لا ترويج لكاذيب هراه الإعلام الإعلام الخبر مقدس والتعليق حر أعطيه الإخبار كما هو وعلى قيمة حب أعطيني واحد جايب ضد التعليق بتاعه أما مش تستع خبر من رأسك إذا كان ماذا بينا إعلامي يكون يعطيه الإخبار كما هو وخلي عبد تقول صحيح والأقال ما فهميش محاولات للتجين والسيطرة والفلوس وين تجل والسيطرة هذي يدخل في شمس صفقة بعد ما فلصها ثمني واللي ناس عندها الصوار شركة في صفقة بيش تتبيع إذاعة بميليار هدخ رئيس الجمهورية النيابة العمومية نوضحه للناس اللي رأوا ميليار بعيد يسر على السوم الحقيقي على السوم الحقيقي بعد ما يفلسوا لأملك المصادرة يبيعوها برخيص يبيعوها بيختف ولو ملف تعشمس ملف معقد مسئوليات فم حتى مسئوليات دخلية ونقم بيها وكل ما ايه الهنية رئيس الجمهورية الهنية وانا اذا كان هذا يعلم الدولة لانو ديوم يخلصوا من الدولة يعلم الدولة تروش في ادعاية كذبة كيفيش يلزم يكون يعلم الدولة يعطي الخبر مقدس ما يلعبش بالخبر وبعد التعليق حر اما الهنية اجيب انتي اضيوف باسم الحرية اللي عليهم اجيب ضيوف ياسرعوه لك في سيناريو وفي روسهم نفس الضيف اقبل ندعاها الجيش مش يدخل نفس الضيف نحكي على محامي كامل طيف من اجل ماذا يضرب في الشي هذا من اجل ماذا يضرب في الدولة لدفاعا على مناوبي تي ما سهل العملية الهنية ما تطلبوه ما تطلبوش مرشا ما جهود ورئيس الجمهورية اللي هو يتبع في الوماركل في البلاد ويلزم يقول هكاك شي يعلم الدولة كي ما قالك هاهم الاثير قوي يضربو فيهم لو حنو في الصحرق به عطيتنا ترانزيسيون ممتازة لانه من ال ولو حتى هذا الملف فيه وعليه وانا كنت نتمنى من البارح كنا حبينا انه ممثلين على عدة منظمات حقوقية ممثلين عن المجتمع المدني يقعدين يتبعوا يوميا في ملفات المهاجرين الغير شرعيين اللي جايين من جنوب الصحراء تحدثوا عليه كوارث انسانية ومصائب انسانية وزير داخلية بعد ما تكلم في مجلس النواب عاود تصريح اخر وقال هذا الكل كذب اسمعه هو في الحقيقة البلاغ يتنزل في اطار الرد الرسمي على جملة من الصفحات المشبوهة وجملة من اللوبيات المعروفة معروفة اعلاميا والتي هي تحاول انها تقدم محتوى مغاير للحقيقة امام وسائل اعلام دولية وكذلك تقارير مشبوهة امام دوائر دولية ومنظمات دولية معروفة من اجل التشويه والاساءة لسمعة السلطات التوليسية هذا كلام وزير داخلية تقريبا نفس الكلام اللي تقال في البرلمان وزير داخلية في وضعه التابعي انه يعتبر انه كل ما قاعد يتقال على ما يحصل مع المهاجرين الافارقة كذب ولا لي ام انه الكلام هذي كلام ممجوج ونعاوده كنظرية المهامرة حتى نجيب ساعات يحكي فيها الموضوع هذي بنفس في الطريقة شوف انا قولي نعلبو المسئولية والكرسي اللي يغير المناظرين لانه فيني كمان لفقيه مناظر ومناظر فيمتي حقيقي كمان لفقيه ولا فيمتي يحكي بنفس اللغة اللي كانوا يحكوا بها في دي الوزراء اللي هو فيني كان يناظر فيمتي ضدهم في النظام الاستبدادي فيني والتسلطي امتاحهم نحب من الثلسي كمان يقول لك الصفحات ومالصفحات ومشبوها فيدي وكذا يجاوا بس يدهم خرجونك وزارة الداخلية اللي بية عملتلك فيديوهات وخرجتلك فيني كذا هذي لصفحات مجموعة ولا غيره يتفضل جاوبهم قول راو اللي خرجت وزارة الخارجية الداخلية اللي بية راهم ما هوش صحيح الفيديوهات بتاع الناس اللي موتها في الصحراء ما هوش صحيح وقلش قول راو الناس اللي خرجناهم من صفاقص قبل ما نهزوهم من مدنين وتطوين ونزعوهم فمدي عن مبيتات رانا طيش نهم فستعرف في المنطقة اللي الحدودية العاجلة قول راو مصحيح قول راو مصحيح لا هو مش الابعد من هك معنا شكك في مصدقية كل من يعطي في معلومة علي صايف اللي يحكي عليهم وبما فيهم هوم من رايتس واتش يشرفوا ويعرفوا وتاريخهم كله ناسع في الدفاع على الحريات وفي الدفاع على حقوق الإنسان وفي كشف الأعوار بتاع الاستبداد والمستبدين أحب من أحب وكره من كده أحب من أقول لسي كمال فبتي والغيرو أرد بالكم أرد بالكم الكراسرة هي زائلة ولو دامت لغيرك لما قالت إليك مسألة اتصالية مسألة متع اختيار متع دولة مسألة اليوم معقدة تخلي المسؤول معناها ما عندوش مهمش متع تصرف وقت نشوفه في الأعداد الكبيرة متع المهاجرين يقعد يندخلوا من حدود الجزائرية مراد البارح يعطي الصحة سي كامل أفكي وزير الداخلية حط صبوا عداء صفحات مشبوهة واعباد مشبوهة ويضربوا في الدولة التونسية لأن الدولة التونسية عبرها ما كانت عنصرية تتعامل بإنسانية كبيرة اللي أوروبا ما تتعاملش باها معها المهاجرين وفرت لهم إقامة طيبة يجووا يزوز من ناس يبدوها إذاعة وجريدة وتولي حقيقة لا فما ناس موتة في الصحر لا فما ناس مطيشين في الصحر ما فما ماشر كل شي وردي ما فما ماشر كل شي وردي في العلاقة بإفريقيا جنوب الصحراء مش معقول فما عديد شهادات وعطيني شهادة برك شهادة برك شهادة برك متاع أمرأة كانت ساكنة في المستير على روحها مشيت لسفيقس بيش تقابل شكون هزوها البلاسة ما عندها فيها حتى علاقة على الحدود في منطقة قفسها ما مطيشة في الصحر لا تكتشف الصحر لا عدتو كنقوله مطيشينهم في الصحر ولا يكلوا لا يشرب فما ناس تهزد على الحدود لا نعذبوا فيهم ما قوليش دي ما أخي يلزمهم يمشوا غادلين سوى ضعيتهم إنسانية طيبة أش بنا أوروبا هي بتتخدر في العباد وترحل فيها هي تخدر في العباد وين المنظمة تذية ما قالتش اللي أوروبا تخدر في العباد وترحل فيها للتذكير منظمات نفس المنظمات واخرين قاعدين اليوم عاملين حملة على الحكومة متاع مدام ميلوني في معاملات متاع المهاجرين بل بالعكت وتعرف شكونوا معاهم حتى من الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية معاهم وتعتبر النواج معاهم يجري ومعا تونس اليوم اليوم الدولة التونسية شباعتها دت على إنسانية فارق أجنوب الصحراء مش صحيح روجوا فاها عدق تونس شبايت هذية من المفروض راهو يا لياس يا هواهو يا بشر يا عالم الإعلام دورا يعطي الحقيقة يقول ره هذه بلاد يتسائل يتسائل بلاد دا بلاد دا يمعانا بلاد ناي كتولي عركة مع بلاد دا ووقت اللي يعتر لإخوان المسلمين يعملوا فيديو مركب وجبناك الخبير غازي معل جاء فيديو مركب عامل وزير الداخلية عامل ترابلسي بتاع ليبيا فيديو مركب لنحنا عنصوريين لنحنا نعملو هكا مين المفروض نسكول تتجند هذه عركة مفيهش مفيش اختلاف في المواقف مفيش اختلاف في المواقف بادي تونس سيدي تونس هذا ترابو للتذكير فقط بعد مقتل نزار اللي يرحموا في طريق المهدية في سفيقس شفنا الصور بشيعة نتعه هجومات نجموا نلقاولها يامورا وقتا يامورا صارت الصور مردوش كل شي ورد كل شي صار مواطن احجز العباد تاهموا موقف في السجن اراهو تصير تجاوز التعموطين هيا تصير تجاوز التعموطين هيا دولة الطب هيا يقولوا اما كنقولوا الدولة وسياسة ممنهجة ومتايشوا فيهم في الصحراء ونجوعوا فيهم وكذي هذا مش معقول يعطيك الصحة سيكمال صفحات مشبوهة منظمة مشبوهة لوبيات مشبوهة وإلى الأمام وفمكال ستبال ستبال ما رجع ياي سالم هاليل لاخباره نرجع الثمانية واربعة وثلاثين دقيقة صباح الفل صباح الخير لكل من يستمع إلينا على موجات يا فام وهو قد يكون متوجهة إلى موجات أخرى ستغزيله اليوم يبدو في تقس أقل حرارة من أمس نحييو نسكوليت سمع فينا كذلك في الخارج ولي ما روحتش للبلاد ولم عملا أنه بشتراوح في الأيامات القليلة المقبلة حبيت فقط نقول لك صديقي نجيب وأنه زملاء في شمس تابعوا وكلمك نقطة نقطة وما مش فرحانين شوية من اللي قلته طوام بعد نحكي وفي الموضوع منيش بش نطول مش نحكي وشوية شوية سياسة دولية لأنه روى فماشك أنا مسألة الخبز والمخابز وفما كذلك اليوم توازنات مهمة وزير الخارجية سيعة مار تحول إلى روسيا في قمة منتظرة وقابل سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي تونس تحاول أن تحافظ على نوع من الحياد في مسألة الحرب بين روسيا وأوكرانيا خط رفيع صعب موقف تجمو ومتوازن لكنه صعب ما بينيش بالضبط على الموقف الجزائري في هذه المسألة لأليا وموقف مع روسيا تقريبا لكن النقطة المهمة زياد ونجيب أنه إمكانية توريد الحبوب والأسمي دار روسيا بأفضل شروط لماذا؟ لأنه كان ثم اتفاق عالمي ما بين روسيا وأوكرانيا باش أنه حتى وقت الحرب روسيا تخلي ممر لتصدير القمح الأوكراني بعد ضرب المنشآت الفلاحية في أوكرانيا الاتفاق تحفل روسيا لعبت ورقة أخرى قالتنا يسيدي نعطيكم الحبوب بسيفة مجانية عاملت العرض ستة بلدان إفريقية اعتبرتها بلدان فقيرة تونس ما هيش في الستة بلدان هذية تونس قاعد تلعب في ورقة مهمة مع روسيا زيادة شوف التحول لوزير الخارجية الروسيا وطرحوا في المسلف من هذية في قمرة ومش لقاثنائي للتوحي في بالي تحولوا في الحضور وطرحوا الاشكالي هذي هذا يخدم بمصالح متاع البلاد ونحب أن نلاحظوا اليورا وما قبلش لفروف ومتي بركة وحكاها معاه لما حال على استيراد القمح لكن حكاها معاه فني كذلك عن أن نصدروا لهم الفصفات والمواد في انتي هذيك وفي نفس الوقت نعمل لقاء آخرهم مع رئيس بتاع تارستين تارستين اللي هي جمهورية متابعة الاتحاد الروسي وثم إمكانية أنه في التعاون معهم في الاتجاه من أغنى الجمهورية دو كان أظن أنه في عوض الخيطبات بتاع الهزان والنفضان بتاع الشعبويات هذه هي الخدمة اللي ممكن تحل المشاكل أو على الأقل التنجم بتخفف منها الأزمة القمح قاعدة ترمي بذلالها كما يقول الكليشي على كل القارة الأفريقية بما فيه مصر وين الأزمة ما شاء وتزيد يوميا هناك أزمة مسألة زادة الفيرينة ومسألة أزمة الخبز في تونس هي مرتبطة بما يحصل في مبين أوكرانيا وروسيا اليوم أزمة القمح في العالم فيما أزمة حقيقية بعض الحرب بين أوكرانيا وروسيا البرحة السيد نبيل عمار وزير الخارجية قام دوره يعطي الصحة كما عمل جولة في الخليج وجابت نتيجة مشي الروسيا وحكي مع وزير خارجية الروسي بأسعار تفضلية تونس يعطيها الصحة هذه نوية معلومة رسمية سمحني الكل مهرب بتعليقبينها نصدرهم الأسم الكيميوية الأسم الكيميوية كلها بتاع الفوسفات إنتاج الفوسفات بتاعنا شني معنى فماش حاجة رسمية لا نوية معنى فما إمكانية أن روسيا تبع لنا بأسعار تفضلية وعليش لي أن تعطينا مجانا شوي معنى الموقف اللي خذته تونس في علاقة في حرب أوكرانية وروسيا رجيت مع أوكرانية مجيتش مع روسيا صوتت مع أوكرانية لكن في العلاقات معنى مش مش تقاطع روسيا تقدم علاقات دولية وعلاقات معنى روسيا دولة صديقة علاقات دولية اليوم العالمي كل في أزمة بتاع خمح لأن الحرب الزوز أقوى اللي هي روسيا أوكرانية في الحرب بتاعهم زوز أقوى زوز بلدين يزرع في القمح نبيل عمار قام بدور الطبيعي ويعطيه الصحة وإن شاء الله الناس الوزراء الكل يمشيوا على الخطأ هذا ويقدموا الإضافة لبداية وكل واحد يتحمل المسؤولية الي هو فيه تحدثنا على دور الأمريكي في الحكاية هذه الكل يا سيدي وانتي من الناس اللي تقولوا أنه أمريكيا عاملة ضغط على تونس وغاملة ضغط على صندوق النقد الدولي والت البارح وبالتدقيق البارح الصباح صندوق النقد الدولي يخرج بلاغ على شكون يا سيدي على صديقتنا صديق الجميع حبيبة الملايين على جورجا ميلوني وعلى حكومة جورجا ميلوني ويعتبر وأنه الميزانية اللي مقترحتها جورجا ميلوني ميزانية بشو تذر المصالح الإيطالية للتوضيح هي حكومة يمينية ميزانيتها ماشية نحو تقليص الضرق على الشركات وهذا بش يخلق حسب صندوق النقد الدولي انعدام توزن لدولة عندها برشا دولي انو منساوش أنه في الجيسات وفي الجيفان إيطاليا وإن كانت من أغنى البلدين في العالم فهي كذلك من أكثر البلدين تداينا وهي زيدة مطالبة بإصلاحات عميقة إيش نوتها تطلعشي نظرية مؤامرة هذي ما دام ما شاسمي كريستالينا هذيك ما تضرب في تونس وتضرب في إيطاليا هذي تحالف أمريكي نجيب بدون مجمع زيدة المتأمرين علينا اللي ميحب ستجورجا ميحب تقولها تقولها يا نجيب صندوق النقد الدولي هو بنكا صحيح شا سياسة فيه مع أنت الموقف اللي يصدر فيه بارشا سياسة ورئيس الجمهورية كي قال يلزم صندوق جديد بتصور جديد فهم إيش قاعد يقول يلزم تصور جديد هذي في علاقة بيننا نحن صندوق النقد الدولي لا مجال بشن تبقوا أمريكا ما تفهمي لا مجال بشن تبقوا أمريكا تعديت أمريكا المرحلة أخرى تضغط على تونس وتضغط على إيطاليا نجم تكون ممكن الفرضية هذي أمريكا تعمل التحب ما عادش ما عادش ما عادش أمريكا تعمل التحب ما توليت فما الصين والهند والبرازيل والروسيا ما هو الغلط أمريكا تعمل التحب العالم عالمها وتعمل فيه التحب باش نعطي كل من تلجينا فهمي أمريكا تعمل التحب تطيح ميلوني تطلع ميلوني بعد ما عملت ضربة لصاحبك ماكرون في فرنسا وتحركت الدنيا شوي هاني أوروبا أمريكا جدزتوا في الحرب يا هل ترى صي تحب تنهي الاتحاد الأوروبي يعني حرب أوكرانيا وروسي أراه دزهم فيها حرب كيريث الاتحاد الأوروبي يا هل ترى بشيت يوفى الاتحاد الأوروبي بعد ما خرجت أنجلترا من الاتحاد الأوروبي من الأول ومبعد دزت البقية في الحرب الاقتصاد الألماني الوظائع بتاع ألمانيا والضرر اللي يوصل لألمانيا من الحرب بتاع ألمانيا عربوها ثلاث ساعات صندوق النقل الدولي في علاقة بميلوني نزلوا عليه نزلوا على صندوق النقل لأنه حتى هي ميزانيتها الميزانية مضعضعة مضعضعة ميزانية ميلوني مضعضعة للتوضيح ونعطي المعلومة كاملة نحكيه شوي سياسة دولية جورجا ميلوني تقول أولادي في الويب يلقى لنا تصويرها البارح كانت في زيارة رسمية لأمريكا وقابلت جو بايدن ويبدأ أنه فم حلف إيطالي أمريكي ضد الصين لأنه إيطاليا مع أمريكا في حرب تجارية على الصين واستقبلها جو بايدن نشوف نشاريكم تصور بشي غير نجيب خطر فرحة جو بايدن وتبادل نظرات بين جورجا وجو بايدن شوف أولا الساعة الناس كل فيني تعرف أنه بقطع نظر على الفاصل تعملوني وإساساتها فيني وكذا أنه فيني إيطاليا هي تمثل الزراع الأمريكي في أوروبا وهي الصوت الأمريكي في أوروبا وعمرها ما تخرج ما تخرج على الخيار الأمريكي العام ولو فيها وعليها هذا من ناحية تعطيني خمسين ثانية للتاريخ فضل للتاريخ في تلك الغارة المشينة اللي عملها الكيين السهنوني على على حمام الشط وامتزج فيها الدم الفلسطيني بالدم التونسي بتينو كراكسي والأي رحمه لي كان وزير الوزير الأوق لرئيس الحكومة كان منع الطائرات الأمريكية من المرور من المجال الجوي الإيطالي وكان ضد ضربة هذيك وهذا للتاريخ كراكسي فيه وعليه ورشوة وليتحب بنتي مات في حمامات مات في حمامات مات في حمامات مات في حمامات معنى الرأي ينسب بعض الشي وانسكت بالتأكيد ديما ثم استثناءات وثم ناس وطنيين وثم أذام فيه حتى حتى خلاف ونعطيك مالونيا رايسين دونالد ترامب رد بيل كان ما بايد نتوى وإنه رجعت العلاقة أنا نحكي على السياقات العامة في السياسات متاع الدول نحب الحلقة وش صغير راح نحكينا على أمريكا وعلى السلطة أمريكا وقوتها في العالم تيرتشل زعيم بريطاني المنتصر في الحرب العالمية الثانية عنده كلمة فيني حلوة تعجبني يقول فيها مشكلة الديمقراطية أنها تجبرك على الاستماع للحمق عليكم عليش تقول الكلامة ذاية عليش على خاطر النهارين تما طلعة جديدة فنتي تارع فني شيخ عليها فني برشا فني عباد قالك ثم مجموعة لمين رواحهم وبشي عملوا فمتي عريضة بشي صنفوا حركة النهضة قلهم يا عباقرة فمتني أمريكا اللي هي أعظم قوة فمتي في العالم براوا ومشيوا أقراوا شنية استراتيجيتها في التعام على الإسلام السياسي وبعد ما تقراوا يجوا تكلموا فيه الموضوع نسك القوس ونتعام البنك العالمي يضغط على إيطاليا البنك العالمي يضغط على إيطاليا شوف أولا حسا إذا كان تدل على حاجة تدل على أنه روا مولا صاحب التاج الصندوق نقطة دولية نقصد سمحني مش بنك العالمي صندوق روا صاحب التاج يحتاج والصندوق إذا لو نسكن فيني تحتاج لأفني باش تتعامل معه لأنه بنتج هو الصندوق بتاع الجميع والسياسيات روا يتصريف بتاع الجميع المراحدة في بني الثانية أنك في هذا الصندوق هذا يبذات راك الدور 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 وفي النخ اللي شكون ترجع القرار راو يرجع الأمريكا للتوضيح خبر آخر اقتصادي رفع السعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي باش يكون لأكيد تدعيات معنا اليوم على الاقتصاد العالمي انتوكا بالنسبة الجورجا ميلوني نشاط ديبلوماسي كبير يسر معنا تقريبا من أكثر الوزراء 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 اللي قاعد يدور في العالم وذهب الواشنطن مهوش صدفة معرصة هي ها معرصة هي مو رجلها عمل المشكلة رجلها عمل المشكلة مع وزير وزير المالية الألماني اللي يبدو انه مشا يعدي في عطلة في إيتاليا اخي هبت هبت حاجة على تويتر قال الدنيا خلوك ينسخون بره وحرج على ألمانيا البيرد وكل ليه وراه هما في نومينيت معني جميع الجميع ملوني بصراحة ممتازة نحكي على أفكار فيها شي بسنا ندافع على مصالح بلادها أنا يكفي كيفاش واجهة فنتي ما كروه وقتله أفريقيا انتم السببب بتاع المأسي بتاعها انتم اللي فقرتوها وقبل فنتي ما جيوا معناها تحكيه وفيدي بيش طردو مهاجرين رجعونه بالطلاوات بتاعهم ويقعدوا في بلدانهم تجرعت وقالت له هذا الكلام سي زياد ما ديوش كلمه كمورا دي يتغشش سراوي ناجيب يخلينا الباتو يقاطى من قوش كون يخد كيفية لأفنقد ماكرو والدليل لأنه أنا معاك في نقد ماكرو ما يحصل اليوم في النيجر معناها حالة متاع فوضى عليش احنا نقول وسياسة عالمية سي ناجيب ونباهي ونحكيه كذلك على يصير حولنا لأنه ليساير اليوم في النيجر بش يزيد في مشكلة الناس اللي بش تخرج من النيجر شكون وراها لساير في النيجر شكون وراها ليساير في النيجر يوري يوري وأنه فرنسا الرئيس وقيد الحرص الجمهوري الرئاسي ولا شو رجوز بتاع فرنسا هذي يا معنا ابهاول بالنوين يون ديران المبدعين تونس اللي عام لانقلاب على المؤسسات الشرعية بتاع الدولة تندد بخروج المؤسسات الشرعية في النيجر الله العظيم شايد تونس اللي تبقت الفصل الثمانين بإرادة شعبية حقيقية شتي علقت منقلاب عسكري نحا نحا الرئيس بالدبابة نحا الرئيس برلمات يا سي زيد اخي العالم ماش تسكر برلمات تسكر بالإرادة الشعبية أنا نعرف إنسان بعقلك وتعرف اللي أمريكا قوية برش نعرف أمريكا حاش ما منتوس مش تقول يا قلابيين لأنه ما فهمش انقلاب أرى وانقلاب كان في مخر ما حبش يصدق لحقيقة أما في الواقع ما فهمش انقلاب الشعب هذي كان إرادة شعب ما في شرع غير الشعب والشعب هو الشرعية كان جي فهم منقلاب أمريكا ما تحشي مش يا مقالب تعرف ما في شعب الشعب طب بيش تبدأ تبدأ بخافتوها الجمهورية شكرا لأنك تحطيت صبعك على الداء خربتوها الجمهورية اصنعناها الجمهورية واحتفلنا بعيد الجمهورية وين احتفلت وين احتفلت وين احتفلت احتفلت الجمهورية من اعداء الجمهورية احتفلت بيه في الشارع في شارع بورقيبة وقبط رئيس التحم في السجوم في شارع بورقيبة بجماهير شعبه ما الالتحم التحم بجماهير شعبه وعلى ذاك فم هما جايبينهم بالفلوس لأنه عقلية جديمة عقلية جديمة اي حاجة فيها الشعب ديما المحقرانية الشعب ولا خيب لأنه مع قائز السعيد اذا كلم فارغ حكاية اللغة بتاع جايبينهم بالفلوس وكذا احكاية فارغ هام يروجو فيه فلعليه هام يروجو فيه فلعليه هاكم تقولت له فلع فارغ هاكم بيكم كل نهار يصح كل نهار مرد وجمعت يح كل نهار كل نهار اخي البرح قلت انتي عندي شاهدات هالباع في البلاتو البرح القد في انتي عندي شاهدات هام قالوا منظمات واعباد وكذا اللي فم موتة في الصحراء ومعاملة غير انسانية كيفية وليهو ما فمش منه من المفروض انت كواتني تولي سعد كل شي وردي 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 تولي سعد قد قول تونس مايش عن سوريا وتتعامل عمري عمري تنجم تحل الكليمي منذ سنوات عمري ما قلت ونتعارك وانتي تعرف مش مش نتهو نحكي على روح ادخلت منذ ثلاثة سابيع في البي بي سي عمري ما قلت تونس عن سوريا قل تونس فيها عن سوريا كيما نقول وفرانسا عمري ما نقول على فرانسا عن سوريا هنقول فرانسا فيها عن سوريا وممكن فيها عن سوريا برشا تونس فيها عن سوريا مش معناه لا البلاد عن سوريا ولا هو الشعب عن سوريا هذا ما يمنعش هذا ما يمنعش وانه احيانا خرجنا على ما يمكن ان نعتبره التعامل سليم مع الاجين لكن ذا ما يمنعش ودي ما نقول قضية معقدة ومركب ولو كان اي واحد منا جاء في الحكم اكيد انه بش تكون له عنده صعوبات في التعامل مع وضعية كيف من هك لا ردوها كل شي وردي ولا ردوها كل شي قاتم لا هك ولا هك جز كلمة اخيرة علي ساير في النيجر عاش قل ردوا بالنا ولو الاخوة في الجزائر ظهر فيهم يساعدهم وانه التدفق يتواصل الوضعية حاليا في النيجر اللي خبراء متاع البلاد يعتبروها صفعة لفرنسا لانه فرنسا قاد تروحها الانقلاب هذي ما هوش منتظر وجاء من الناس اللي هما ضدها ويبدو انهم هما بشي ربحوا المعركة ما بين دفرين فانه قد ننتظر تدفق اخر من الناس جاء من النيجر وتقريبا تقارير تقول اللي فهم عدد كبير من المواجرين اللي جايين من هذا البلد اللي عنده من اكبر ثروات في العالم بتاعه ليرانيوم عندهم ليرانيوم بذات عندهم ليرانيوم اللي هو من اغلى المواد ولكن في نفس الوقت من اكثر البلدين فقرا وان كان تطور البلد يعني في السنوات الاخيرة لكن هذا زي داوين انت قبيليك اجبت ومراد تقريبا نيجر بدت قتل بلد الوحيد في فريقيا اللي فرنسا حطت عليها يديها مية بالمية واخرت شوية فرنسا سويا في نيجر ولا مالي يا هل تراها فرنسا اللي عملته في فريقيا بش يرجع عليها تاو لانو سوريا تح نفسه فرنسا اللي عملته في فريقيا هل مهاجرين وهكذا وهذا ما كلها من انتاجات الاستعمالة فرنسا تاو النيجر من اغنى ما عنده عنده موارد طبيعية غير عادية بالمرة وافقر بلد تقريبا في فريقيا مع انتها فقر مطقع في فريقيا في النيجر هل ترا اليوم فرنسا باللي عملته تقريبا في قرنين من الزمن قرن من الزمن وهي مستعمرة هالدول هذية واخذت لها ثروات أو كذا اليوم كي نشوف واخرت فرنسا المكانة متاع فرنسا والتأثير الفرنسي والشاعر الفرنسي في فريقيا واخر برشا اليوم الصين قاعدة تربح في مواقع يوميا روسيا كذلك امريكا بطبيعة الحال فما حتى البلاد اللي ما نسمي وهيش اللي قاعدة تعمل في معارك برئيس المحبة تدخل الاتحاد الافريقيا يلا شوية بيو بنرجع بعد شوية ثمانية وثانية وخمسين دقيقة مرحبا بيكم على ايفا مقعدوا معنا مبعضنا درج تقريبا كملوا المتنال قبل ما تتواصل بقية الشبكة السيفية لقناتنا خبر في الواقع هو المصدر رسمي وشبه رسمي صحيفة الخبر الجزائرية هبطة عنوان كبير تتحدثوا عن ابتزاز اماراتي لتونس من اجل قطع العلاقة مع الجزائر بروباقاندا من الاجهزة الرسمية الجزائرية ام خبر نجم يكون عنده جزء من الصحة زي اللين الساعة قبل فقط بعد ذلك مني قورس صغير انا وردتي طوى ارسالية من عند الستاذ نزار عيات يطلب فيها حق الرد بشي وضح انو الاستاذ عيب بن حليمة راهو ليس محامي سي كمال الطيف فارجو انو عد سني زرعيات صديقنا انو ميتصلوا به بشي اا يا لديو انت جبته انا جبته انا جبته قلت concept قلت محامي وتعد على شمس محامي انا ما شبتش لستا Braed ما زبت حتى واحد باللس يا ملس كل فهمت اه تفهم هي حراري شتفهم حتى زملاء من شمس ونواريكم بعد ردهم فهمه لكلهم نفس الكلام انت شكونا قصد هو ما حراري شيفة هو ما حراري شيفة انت شكونا قصت هو ما حراري شيفة وانا ما شبت انا ما شبتت حتى واحد باللس ما اوى يكون نوعد المزرعة تمزو غريم شبت بصيفة قلت محامي كملتاي فتعد على شمسة فهم شكونو شكون تقس هشمي نويرا صديق للهشمي مش محامي صحافي وصحافي كبير سي الهشمي دوك مش لي هشمي نويرا مش لي هشمي نويرا اه شكون عبل عزيز المزوقي موش محامي كملتاي اه شكون وتدخلته رشيقة ممتاز جدا سي عبل عزيز المزوقي تحاول مسولية تكلمك نعرف مكش خويف اين مسولية تكلمي فش نية يخطبش كو بيك تاو برا برك هاي مش حل على روحك هاي كينيزار حاضر ان اخذو حاضر نيزار صباح الخير نيزار صباح الخير سي مراد شونو احويلك وفيك حمدو الله دقيقة وثلاثين ثانية خاطره وتكلم الموضوع متطولش فيها ملاحلة فقط ان انا سي نيزار سي عرفو بيك سي عرفو بيك باي صفة تتدخل معانا اليوم يا نيزار سي نيزار عياد محامي كمال طيب في قضية تتآمر باش الناس تعرف هاي دونك فاما كلام قالوا سي ناجيب تزيري لم يروا ما كان صحيح حسب رأي موهش صحيح موهش صحيح انا اعتبارت سي ناجيب على الحسنية اه كمال طيب في نبوه في الملف انت على القضية المعروفة بالتآمر عن الدولة الاستاذ محمد بنور وسيد مطلوب كورشيت والاستاذ زياد مرابط فقط لا غير مثلا حتى محامي اخر اسمه في الملف السيد اللي تحكي وعليه انا هو مذكرش انا كيف 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 نذكر بن عرشار عيمات بن حليمة عيمات بن حليمة ما ينوبش في الملف ما فناش حتى محامي المحامي متاع كمال طيب لفلاش في الاعلام في المدة الاخيرة وهذا كان اختيار واذا كان فن ما شكون يتكلم يعطي في اراءه الشخصية ما يمثلش اه اه كمال طيب وما ينوبوش اصلا في الملف اوضيح انا اتبار ناجيب مرة اقول عن فلسنية بالتالي حبيت انوضح اختيار ما كان عدم الظهور الاعلامي و اصلا السيد اللي جبدته اسمه مينوبش في الملف فماش افراج قريبس اوضيح اي فرصة مش ناخذ منك اسكوب اسكوب عندك انت يا نجيب تهرج فيني زراعيين طبعا متفاقلين نحنا متفاقلين ما فيهش قراين جدية على ايجان المتهم ان شاء الله تحول الله نتوقع افراج في المدة القريبة ان شاء الله تحول الله حتى وقت عطلق قضائية هو نجم يتم الافراج بصفة نفهم الدايرة الصيفية لا ما عندهش داخل الاقابة التحقيق هذه مجم مرضاية الثهان اذا كان مطلب اذا كان مطلب في اي لقت اذا كان تبين الهن ثم ما يكفي من الاسباب الجدية لابست قد يقع اذا خرق سيكفي من الاسباب لابست ندخل في الميلس اكثر من حكا نحن ندخل في هذا نقطة هذية ونبين مرة اخرى وحتى نقلك اختيار من طيف ديجو انه ليس يقعش تداول الميلس انتهاءوا في الاعلام اللي يتخرج البارح شكونوا الدكتور مبروك يا خال خالك حسيم المشي ولكلف مبروك ومزيدا من النجاح في باقي المحطات دكتور جديد في عائلة المشي قاري سيدلا متميز في هذا ونتمنى للنجاح اللي كل ما نتحصل على ديبلوم في الفترة هذه شكرا زيت شكرا نجيب بتعبتوني زوز في التعويض بتاع بورهين بشوف بورهين مسكيني شي عني الحي الفريق تقني اللي رفقني في الليم هذي خليل وسليم ويمين المالكي وبجا ونرمين في ديجيتال وشي ما وحسيم المشي في الاعداد لا لا شي ما منيش في نحية حر لنا نحية يلا بش نحية يلا شكرا لحسيم شكرا لخليلوه كامل الفريق نهارتين تلقاوا معا بورهين بسيس نتمنى لكم اخر اسبوع رائق للجميع الاخبار والمتيو بعد قليل جهين تقعد معاكم حتى النص نهار وانا بش نتعاودوا تقابلوني بعد شوي لانو بش نتعاود كذلك قلود مبروك بعد قليل اقعدوا معانا على ايفام احلى راديو